السلام عليكم اصدقائي هل عمرك فكرت انه انا بدي انزل التطبيق من جوجل بلاي او من اب ستور من ابل بس بروح بنزله خلص هل عمرك فكرت انك لا بدك تبحر في هذا الموضوع وتو خط تفاصيل فعليا بتفيدك عن هذا التطبيق بحيث انه لو كان خطر فيه او هذا التطبيق عليه مشاكل انت ما تنزله اليوم بدي اشرح لك كيف تستخدم الجوجل بلاي وبتقدر تقيس على اساسه اي متجر اخر تعالوا نشوف كيف ممكن نستخدمه بافضل طريقة ممكنة وبسهولة كلنا نستخدم الجوجل بلاي اللي هو المتجر للتطبيقات ولكن المرة هاي بدنا نستخدمه بطريقة شوية مختلفة بطريقة تكون فيها امان اكثر نتعلم كيف ننزل التطبيق صح الهدف من تنزيل التطبيقات انه نستخدمها ونستفيد منها فما بدك انت تنزل تطبيق يروح يخرب لك البطارية او يستنزف البطارية او ينزل لك برامج خبيثة فدائما لازم ندخل على الجوجل بلاي نعمل مش بس انستول او تحميل لهذا التطبيق نعمل اجراء اخر او اجراءين هذول الاجراءين صح راح ياخد منك شوية وقت ولكن راح يعطيك شوية امان شوفوا هذا هو الجوجل بلاي بكل بساطة ازي ما انتم شايفين بيعرض لك برامج بيعرض لك العاب هنا جيمز هنا ابس في بوكس كمان اذا بدك كتب وبيعطيك كاتيجوريز يعني انت مش ضرورة تروح بس تدور على الاسم ممكن تروح على top charts افضل شيء في الجوجل بلاي او تروح على اشي اسمه premium يعني هذولا تكون برامج مدفوعة او العاب مدفوعة انت بتشتري اشي مرتب او تروح على كاتيجوريز الكاتيجوريز يعطيك كل الفئات اللي انت ممكن تفكر فيها بريحك ماذا بدك تألعاب بدك وديك على action بدك مثلا تعليم وديك على educational وهكذا او ممكن تروح على family الفاميلي هون بتلاقي تطبيقات انها علاقة في العائلة وطبعا هون شغلة مهمة لازم حكيها انه مش كل اشي بقسم family مناسب لاطفالك ممكن ابنك عمره اربع سنوان بدك تدور على تطبيق للاطفال عمره اربع سنوان وهذا بيخدني على التفاصيل اشي التفاصيل اللي بدك تعرفه هون اول اشي اي تطبيق بدك تنزله لازم تشوف ال rating تبعه يعني التقييم تبعه بعدين تقرأ ال review عن هذا التطبيق اذا بهمك هذا الموضوع بهمك الامان وهمك طفلك او عائلتك فمثلا لنفرض هذه اللعبة لعبة انا مش بنزلها ما بعرف عنها اي شي اول معلومة فيه هنا رقم اربع فاصل اثنين وجنبها star هذا هو rating التقييم لهذا البننامج موجود انه فيه عليه واحد مليون review فيه يعني فيه مليون حدا كتب تعليق او تعقيب عن استخدامه لهذه اللعبة متخيل فانت ممكن تاخد فائدة كاملة انه تعرف انه والله هاي اللعبة كويسة او لا طيب حتى تقول لي ما بقدر اقرأ مليون review ندخل على reviews لما تدخل على reviews بيعطيك زي برضو فلاتر هاي الفلاتر بتسهل عليك حياله ليش فيه مثلا فلتر انه والله بدك reviews positive ايجابية تقييم ايجابي تدخل هون بيعطيك كل التقييمات الايجابية بدك تشوف والله اذا فيه تقييم سلبية اللي هي نجمة واحدة هذا تقييم سلبي تضغط هون هذا التقييم السلبي بدك تعرف ليش فيه ناس كثير حاطين تقييم سلبي يعني اعطي حالك وقت مع ليش واقرأ وشوف كلامه منطقة ولا لا قبل ما تنزل هذا التطبيق فبصراحة موضوع التقييم مهم جدا واذا انت نزلت هاي اللعبة او هذا التطبيق مثلا بلشت اعمل installation راح يعطيك خيار مباشرة انه انت قيم هذا التطبيق فعلا انت استخدم عشان الناس تستفيد انت استخدم هذا التطبيق وعمله تقييم وشغلة مهمة انزل بالتفاصيل تحت وشوف هتلاقي انه مكتوب appropriate for ages 6-8 يعني هذا التطبيق مناسب لأعمار 6-8 سنوات ايضا هتلاقي بعض المعلم انه هذا فيها فن فيها engagement فيها يعني انك ممكن تتفاعل مع هاي اللعبة وحتلاقي هون اللي هي التقييمات الاهم لاحظ هون بالتقييم انه 4.5 هذا تقييم عالي التقييمات الايجابية اللي هي رقم 5 ما اخذ اكبر كم التقييمات السلبية ما اخذ رقم صغير فانا بس اشوف هيك تقييم بالعادة بنزل فهذا بشكل عام كيف تستخدم الجوجل بلاي بحيث انه انت ما تروح تنزل اي تطبيق ويكون موضوع شوية فيه مشاكل هيك انت بتضمن انه انت بتنزل اشي ناس جربوا واعطوا رأيهم الصريح فيه شكرا جزيلا اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ان شاء الله يعطيكم الف عافية ويشوفكم في فيديو قادم الى اللقاء